أصدقاء الأحبة بعد أن جتنا كثير من الأسئلة من الأصدقاء والأقارب حول هذه الحالة اللي قاعدة يمر بها العالم هي زمن كورونا فحبي أتقدم عشر نصائح نستثمر بها هذه الفترة في زمن كورونا لمصلحتنا ونستفاد منعتها طبعا مرض كورونا الكثير من الأسئلة تيجي هل كورونا مهم أم حقيقة؟ ومثال على سؤال ثاني هل هي وباء وغضب من رب العالم أم هي حرب جثومية؟ كل هاي الأسئلة ممكن نجاوب عليها وممكن تكون أمور بديهية لبعض بينما تكون أمور صعبة على الآخرين لكن اللي لازم نتأكد من عنده النتيجة والخلاصة من هذه الأزمة أنه هي راح تيجي وقت تنتهي مثل ما أجغرها من الأمراض مثل ما أصلا هسا قبل ما تيجي كورونا كانت عندنا الكثير من الحالات من الأمراض والمشاكل والحروب والأوبئة أو اللي تمر علينا بين فترة وفترة بالنتيجة لازم نتأكد أنه هذه الفترة راح تنتهي ولهذا السبب أكو سؤال أهم من هاي الأسئلة كلها والأخبار اللي قاعدت تنشر هو كيف نحول الأزمات وبالأخص هذه الفترة إلى نقاط قوة وبناء وتطوير لقدراتنا والاستمرار بالمثابرة لتحقيق أهدافنا لأن هذه الفترة حالها حال باقي الفترات راح تمر بعض الأزمات والصعوبات لكن بالنتيجة راح تنتهي ولهذا السبب كل إنسان عنده هدف لازم أبداً ما يستسلم ويتراجع أو يبرد عن الهدف مات لهذا السبب خلينا نخطط أنه دائماً نسعى إلى أهدافنا هذا السؤال راح نحاول نجاوب عليه من خلال عشر نصائح اختصارتها هسا راح أقدم لكم إياها وحدة بعد الثانية أتمنى تكون بها فائدة إننا جميعاً إذا عملنا بها أولاً يجب التركيز على أهدافنا إلى درجة عالية يعني لازم تكون عندنا الأهداف واضحة أمامنا نكتبها نراجعها نفكر بها بشكل مستمر إن كانت أهداف بعيدة الأمد أو قريبة الأمد لازم دائماً تكون أهدافنا واضحة إنه فلهذا السبب لن خلي الأخبار اللي قاعد تنتشر والرعب اللي قاعد للإعلام يشتغل عليك مادة إعلامية لهم أنه يأخذ من طاقتنا ومن صحتنا ومن وقتنا اللي هو رأس مالنا لهذا السبب خلينا نركز على أهدافنا بدرجة عالية ثاني استثمار الوقت في تعلم اللغة الإنجليزية بالأخص المتعلمين لغة الإنجليزية لا تخلون هذه الفترة تخليكم تتراجعون عن هدفكم فكل وقت وكل يوم وكل ساعة وكل دقيقة محسوبة علينا لهذا السبب خلينا نركز على الوقت وخلينا نتعلم أكثر إذا كنا ببيوتنا حاول نتابع دروس أكثر ونمارس اللغة الإنجليزية بالأخص القراءة والكتابة خلينا نقرأ أكثر نجمع محلومات أكثر نتعلم كلمات مفردات ونكتب أكثر باللغة الإنجليزية نصيحة الثالثة خلينا نبرمج عقولنا على أنه هذه فرصة لتقرب من الله بالدعاء لأنفسنا وللناس الآخرين المقربين من عندنا ندعي للمرضى ندعي للمحتاجين خلينا نتقرب إلى رب العالمين أكثر بهذه الفترة أما النصاعي الشخصية هذه الطريقة أنا طبقتها شخصيا وصراحة بيها نتائج مذهلة خذكوا الرأس وقلم وابدأ بالتفكير على الورق يعني اكتب أفكارك راح تكون عندك حرية أكبر بالتفكير عندما تكتب أفكارك على الورق أكثر مما أتحدثها الآخرين وتسمع آراء مختلفة بينك وبين نفسك أخذكوا الرأس وأكتب جميع الخطوات وجميع الأفكار اللي تجي ببالك على الورق جميع أحلامك اكتبها اللي تتمنىها أهدافك اللي تريد حققها اكتبها بالتفصيل وشرحها بدون ما تحدد وتقيم أنه شلو راح تصل لها أو ما تصل اكتب الشيء اللي تحلم به والمكان اللي تتمنى توصل له اكتبه اشرحها بالتفصيل وبعدين قارن الوضع اللي انت بيه وشلو الامكانات اللي عندك اكتبها أيضا النقطة الثالثة اكتب الأشياء اللي تحتاجها حتى توصلك إلى الهدف بعد ما عندك هذن ثلاث نقاط الهدف والوضع الانت بيه المحالة والمكان الانت بيه والطريق النقطة الثالثة الطريق اللي راح يوصلك شلو الشروط أو الأمور الأساسية اللي راح توصلك أيضا اكتبها هذه اللحظة عندك هذن ثلاث عامل الأساسية راح تقدر ترسم خطة للوصول إلى هدفك نقطة مهمة أيضا تواصل مع الأصدقاء والأقارب من خلال الانترنت من خلال التليفون اقوى علاقاتك مع الأصدقاء اللي الدنيا لعله شغلتك عنهم حاول تتواصل إياهم تسأل عنهم تهتم بهم وتقدمه لهم المساعدة النفسية الكلام الطيب فالكلمة الطيبة صدقة خلينا يتواصل أكثر مع أقاربنا مع أصدقائنا أي إنسان نحس بي عنده حاجة وعنده صعوبة في التواصل مع المجتمع نحاول نسأل عنه نطمئن عنه ونطمنا ونخلي الهدوء والسكينة بين الناس كن عاونة للمستضعفين أي إنسان تحس كبير بالسن مريض بعيد فقير أو من الأمور الثانية نحاول دائما نساعده كن عاونة للمستضعفين هذه النقطة أساسية بالنسبة لي وأعمل عليها دائما وأتمنى كل أصدقائي وكل أشخاص اللي أعرفهم أحاول أن أحسهم على فعل الخير بشكل مستمر هذه النقطة لعله الدنيا ومشاغلها تشغلنا كثيرا لهذا السبب أنا أقول خلينا نصف حساباتنا مع أنفسنا أي عقبات أي صعوبات أي تفكير أخذنا يمينا أو شمالا خلينا نرجع نراجع حساباتنا نشوف شن اللي قاعد نسوي علاقاتنا مع رب العالمين مع قاربنا مع أهلنا مع جميع الناس مع أنفسنا بالأساس شلونها خلينا نترك النقد واللوم والمقارنة هذه الأمور هذه الأمور ممكن تكون مضرة جدا للإنسان أنه ينقد نفسه ينقد الآخرين ويرمي اللوم على الآخرين أيضا أو على نفسه إذا قصر بشيء معين وإذا شاف أشخاص عندهم حاجات وما عنده رح يجي قارن نفسه بهم هذه النقاط الثلاثة خلينا نتركها لأن هذه ممكن تكون عوامل لتحطيم جميع أحلامنا خلينا نترك النقد واللوم والمقارنة فقط نفكر بالنقد البناء اللي يخلينا نكون أفضل شن اللي يخلينا نكون أفضل دائما بعدما نصفح حساباتنا ونراجع نفسنا ونشوف شو الأخطاء اللي عندنا ونعمل على تصحيحها هذه الحالة تكون فقط جيدة لكن بشكل عام النقد واللوم والمقارنة خلينا نتركها النقطة الأخيرة أنه نتوكل على الله ونبدأ ببناء أنفسنا ونستمر بالطريق الصحيح خلينا دائما واضحين ومصرين على أهدافنا خلينا دائما مثابرين حتى لو تعبنا حتى لو مرينا بحالات متعبة بالأخص نهاية اليوم يكون الجسد تعبان فمرات العقل لا يستطيع أن يفكر فهذا سيحس الإنسان بالتعب أو أيضا عندما الإنسان يكون جائع عند الجوع راح تفكيره يكون مو بالطريقة الصحيحة فلهذا خلينا نهدأ وخلينا نتوكل على رب العالمين دائما وخلينا نركز على أهدافنا ونترك الأمور السلبية دائما ونتوكل على الله وهو اللي راح يعيننا للحصول على جميع أهدافنا هذا المرض راح ينتهي لازم هاي النقطة نخليها نقطة أساسية المرض ما راح يستمر اليوم بكرة بعد شهر بعد شهرين لازم يجي وقت ينتهي فلهذا السبب خلينا دائما نستغل هذه الوقت وجميع الأوقات اللي بحياتنا نخليها فرص نستثمرها للوصول إلى أهدافنا وتحقيق الخير ومساعدة أنفسنا والآخرين شكرا لكم على المتابعة أتمنى تكونوا استفاديتوا من هذه النصائح العشرة اللي راح تخلينا أفضل الآن أتمنى أن تضغط على إعجاب سبسكرايب اشترك في القناة وشارك هذا الفيديو مع أصدقائك حتى تعم الفائدة واذكروا أن رسالتي بالحياة هي نشر العلم للجميع فشاركوني هذه الرسالة إلى اللقاء